ملف حقوق الإنسان في العراق واحد من أهم الأوراق البحثية التي نوقشت خلال ندوة مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسان بمناسبة مرور 19 عاما على احتلال العراق فضاعات كثيرة مورست على العراقيين بعد عام 2003 على يد قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المساندة لها حيث بيّنت الورقة أن ضغط الإدارات الأمريكية لتحقيق مصالحها الاقتصادية حال دون إنزال العقاب بالجنات هناك قصور كبير رافقه صمت دولي على ما يحصل من جرائم فضيعة في العراق في الواقع إن ملف حقوق الإنسان تحول إلى ملف سياسي حيث تزدوج فيه المعايير بحسب مصالح الدول ومثل الانتهاكات الجسدية والنفسية تعد الاختلاسات والفساد المالي والإداري إحدى أهم الانتهاكات الحقوقية التي طالت مقدرات العراق وشعبه التي تنعكس على كل القطاعات الحيوية لا سيما قطاعي التعليم والصحة واحد تريليون دولار هذه أموال لا يعرف أين ذهبت هذا حاج بالاختلاق العنوان الثاني هو موضوع الفساد الإداري الذي جرى في المؤسسة التعليمية هناك سبعمائة مدرسة كان المفروض هدمت بحجة إعادة الإعمار ولكن بسبب الفساد الإداري والاختلاسات وعدم تخصيص أموال من حكومة العراق لم يتم بناء هذه المدارس نحن نتحدث عن حوالي ستمائة وخمسين ألف طفل عراقي خارج هذه المدارس المفروض يكونوا في هذه المدارس كما تضمنت الندوة ورقة بحثية عن تغييب الإعلام الوطني الحر في العراق من قبل الاحتلال وتوابعه مقابل إعلام يحرض على العنف والانقسام وتضليل الرأي العام والتعتيم على الفساد الحكومي يعني أراد حل الإعلام العراقي أولاً أن لا يجد أن لا يجد المقاوم للإحتلال منبراً إعلامياً محايداً يدافع عنه أو ينقل أخباره هذا هدف آن يُعَد وهو هدف يعتبر استراتيجي بالنسبة للإحتلال الأمريكي هو نشر ثقافة الإنقسام الاجتماعي تقسيم العراق وهو هذا الهدف وفق المحصة الطائفية سنة، شيعة وكرد الانتهاكات الحكومية في العراق والتضليل الإعلامي لكل الواقع العراقي الحالي سيبقى هدفاً وممارسة لقوى السلطة وميليشياتها وإعلامها الذي يسير بالتوازي مع آلة القمع والتغييب القسري والتهجير وسيبقى هذا المشهد ما دامت العملية السياسية مستمرة ترجمة نانسي قنقر